في مطار سخيبهول في أمستردام صاح صائق حافلة بوجود قنبلة الشرطة الهولندية أوقفت الرجل على وجه السرعة وقامت بتفتيش الحافلة وبتفتيش الرجل تفتيشاً ذاتياً وأكملت الشرطة عملية تفتيش جميع السيارات والحافلة المرة بالقرب من مطار سخيبهول وهو أحد أكبر المطارات في أوروبا وتسببت الحادثة في توقف حركة المرور على أحد الطرق السريعة الرئيسية في هولندا وبعد هجمات نفذها متشددون إسلاميون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا فإن هولندا تعتبر هدفاً محتملاً لأنها تدعم العمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط وكانت الشرطة الهولندية اتخذت تدابيراً أمنية إضافية صباح السبت في مطار أمستردام بعدما تلقت السلطات معلومات باحتمالية وقوع هجمات في المطار